اهلا بكم وتحياتي لكم جميعا والاكل الجيد والاكل اللي مش جيد لمريض السكر بصراحة فيه اكل كتير الناس في مفكراه ان هو مفيد وكويس وكل حاجة ممكن يبقى مفيد لحد تاني بس مش لمريض السكر المفيد لنا الاكل المفيد لمريض السكر هو الاكل اللي مايرفعش السكر الاكل اللي يحافظ على مستوى السكر في الدم في الطبيعي اللي هو مية لمية وعشرين في الرنج اللي هو يبقى ريب من الطبيعي لكن الاكل اللي يرفع السكر ده مش طبيعي لو جينا لوجبة الفطار ايه اللي متناول عند معظم الناس هللاقي اول حاجة كويسة ممكن تفيدك وهتستفيد منها ومش هترفع السكر هي البيض البيض هيمدك بالامينو اسدز الاحمد الامينية اللازمة والاسنشيا الفاتي اسد والدهون المناسبة الجيدة لو كالت بطين كالت خمسة مفيش مشكلة خالص مفيش اي خوف خالص لان البيض من الحاجات الجيدة جدا للانسان اللي يقول لك اصل البيض بيعمل الكوليسترول والحاجات دي انا اقول لك على حاجة مهمة جدا البيض ده بييجي منين بيجي من الفراخ طيب الفراخ دي بتاكل كوليسترول الفراخ ما بتاكلش كوليسترول بتاكل اعشاب وحاجات في الارض وبتاكل اعلاف وحاجات زي كده بيبقى الكوليسترول هيجي لها منين طيب هي فيها كوليسترول كتير البيض اه طيب الكوليسترول ده المفروض ان انا اعرف الكوليسترول ده بيتعامل ازاي الكوليسترول بيتعامل في الكبد بتاع سعادتك الكوليسترول بيتعامل في الكبد ما فيش كلسترول بيتعامل اه العشرين او خمستاشر في المية من الاكل اللي احنا بناكله بيبقى فيه الكولسترول اللي انا بغت ولكن الكولسترول اساسا وبنسبة كبيرة بيتعامل فيه الكبر. طيب ما فيش داعي القلق موضوعا للكولسترول الزيادة والكلام ده هو بيرفع الكولسترول الجيد تمام ومفوض وطبعا المقابل للبيض زي ما قلنا وفيه معادن وفيتامينز وحاجات زي كده فيه بقى حاجات تانية مهمة الاكلة التانية اللي الناس بتجري عليها وبتبقى في الفطار اللي هي سيئة ما تنفعش المريض للسكر اللي هي الشوفان اه الشوفان ده عبارة عن كربوهيدريت كربوهيدريت بيتحول فيه الجسم الى سكر سكر وفركتوز السكر بيرفع السكر في الدم والفركتوز بيروح على الكبد يعمل دهون الكبد انا استفدت بايه بقى الشوفان في فيتامينز الشوفان في معادن الشوفان محطوط عليه حاجات مفيدة كلام ده انا واحد مريض سكر مثلا هيستفيد ايه من حاجة زي كده حاجة هترفع للسكر يبقى انا استفدت ايه ما ينفعش يبقى دي حاجة جيدة وحاجة قدامها سيئة حاجة جيدة وحاجة سيئة فخلي بالكم من الحاجات اللي احنا دايما في الفطار درجة بالنسبة لنا الحاجة اللي بعد كده الجيدة الافوكادو الافوكادو لو احنا قسنا ميت جرام افوكادو يعني زي واحدة مثلا افوكادو الافوكادو مثلا في نسبة البوتاسيوم فيها خمسمائة ميلي جرام هنلاقي مثلا نسبة الكرباهيدريت فيها تمانية جرام في الافوكادو الافوكادو طبعا مليانة منرال وفايتامينز منزهم حاجات زي كده لكن المقابل السيء لها اللي عندك مثلا البانانة اللي هي الموز الموز تلاقي فيه تلتمائة وخمسين ميلي جرام اقل من الافوكادو في البوتاسيوم واثنين وعشرين جرام اه كرباهيدريت في الميت ميلي جرام الميت جرام عصول الميت جرام اللي هي حجمها الموزة اللي حجمها ميت جرام هتلاقي فيها النسبة الافوكادو اقل من الافوكادو ونسبة الكاربوهايدريت 22 جرام كاربوهايدريت الموزايا الصغيرة مش الكبيرة كمان فطبعا الحاجات دي كلها دي الحاجة الجيدة اللي قدامك والحاجة السيئة نيجي مثلا ليه اللي هي السيرلز اللي هو اللي بنسميه الكورنفليكس والموسلي والحاجات اللي هي بيحطوا عليها فواكه وفيتامينز وحاجات زي كده قولك ديان حلوة ما تتغرش بالحاجات دي بص ليه الفوايد بتاعتها لمريض السكر هل هترفع السكر ولا مش هترفع السكر طب المقابل الجيد بتاعها هي الزبادي الزبادي من الحاجات الجيدة الزبادي كامل الدسم هو الحاجة اللي نقدر ان احنا نستخدمه يبقى الزبادي من الحاجات الجيدة جدا واللي احنا لازم نفهم كويس جدا ان الزبادي هيفدني وهيديني الأمينو أسد وهيديني الفاتي أسد وهيديني كل اللي أنا عايزه كمينرال زوم عادن لكن مش هيرفع لي السكر زي الحاجات اللي هي المسل اللي هي بتبقى فيها أمح وحاجات كتير هي دي فكرة أن أنت تفكر في فطار يرفع لك السكر وتفكر في فطار مايرفعشي السكر ممكن أفطر ستيك مثلا لحم حتة قطعة لحم هتديني فيتامينس تديني معادي تديني كل حاجة وبروتينز وكل ده وما أفطرش حاجة فيها كربوهايدريت كتير تمام زي ما قلنا الكورنفليكس والشوفيان والحاجات دي كلها يعني شفتوا الفطار متعدد لكن إحنا اللي بنيجي نفسنا ما ننغرش ورا يقول لك أصلا ده مفيد جدا أصلا ده هيعمل مليان فيتامينز ومينرال زاك لكن ده هيقدر فعل السكر وده مش هيرفع لي السكر آآ أرجو ان يكون المعلومة مهمة دي وصلت ليكم وآآ نعمل شير لأكبر عدد عشان الكل يستفيد وأشكركم وتحياتي لكم